لا تؤثر على صادراتنا لا تؤثر على مقتلتنا في البيع هي الحقيقة تأكيد لفهمنا لمفهوم التفاقية التغير المناخي أن ترك الدول دون قيود تأتيك من مصادر ليست هي طرف في اتخاذ قرارك هو هذا المهم لماذا أنت تحصرني في خيارات مناسبة لك هي مناسبة لك أو لأن بيئتك المحلية تدعو لها هذا لا يعني أنه في مماثلة فما هو موجود الآن دفن موضوع التخلص الفوري ولا المتدرج دفن موضوع لا أريكم الله ما أرى ولا أحديكم الله سبيل الرشاد اللي هو المنهجية الفرعونية وعلى ذلك الناس في حل في اختيارهم وينضموا معنا من جدة الباحث المستشار في شؤون الطاقة بجامعة مريال كوليج بلندن الدكتور يوسف الشامري دكتور يوسف حياة كله معي من وشرة الرابعة من الرياضة كثير من الأحاديث ومن الشد ومن الجذب أيضا سبق يعني إعلان اتفاقية المناخ اتفاقية الإمارات أهلا وسهلا ويمكن احنا شفنا حياة كلا يمكن احنا شفنا أيضا هذه المقابلة مع الأمير عبد العزيز السؤال عن نقطة الخلاف الأساسية ما هي نقطة الخلاف الأساسية التي كانت بين الدول المصدرة للنفط وفي مقدماتها المملكة والدول الصناعية أو المستهلكة للنفط أهلا وسهلا أخي نايف نايف سيدي الحديث مع العربية همية اتفاق الأمارات أنه يحدد مستقبل إيش هيكون وضع الوقود الأحفوري في الخارطة مع تحقيق الهو اتفاق باريس اللي تم التوقيع عليه في 2015 هنا هذه أعتقد كانت أهم نقطة الخلاف أنه هنا شفنا طبعا شمل طبعا مشكورة دولة الأمارات العربية المتحدة أنه شملنا شركات البترول وصناعة البترول فيه تم دعوتهم المفارضات شيء طبعا حدث صار لأول مرة وبالتالي كانوا جزء من الحلول وذكرها طبعا رئيس المؤتمر مع الأستاذ سلطان الجابر أنه أي اتفاقية للمناخ لازم تأخذ بعين الاعتبار دور الوقود الأحفوري فكانت نقطة الخلاف على تحديد الصياغة كيف سيكون وضع الوقود الأحفوري فيه مستقبل هو تحديد أهداف المناخ اللي تم الاتفاق عليها في باريس طيب الآن بعد أن انتهت هذه الاتفاقية وبعد أن تم إقرارها من الجميع والتوافق عليها بين الجميع أريد أن أعرف ما هو دورة سعودية في صياغة هذه الاتفاقية وفي هذا البيان وأيضا مسألة مهمة هي مسألة المصدرين والمستهلكين في مسألة الوقود الأحفوري وإيقاف مطالبات بإيقاف الوقود الأحفوري وما إليها ما الذي اختلف في هذه الاتفاقية دكتور؟ هو الأصارى أخوي نائف أن منذ اتفاقية باريس بدت تطلع منهجيات مختلفة لكيف سيتم هو تحقيق المحافظة على الـ 1.5 اللي هي درجة حرارة 1.5 مئوية بحلول العام 2050 فطلعت مطالبات كثيرة بالتوقف عن الاستغناء بالكامل عن الوقود الأحفوري اللي هو ليشمل الفحم والنفط والغاز وشفنا مثلا تقريط طالع من شركة بي بي في 2020 اللي طبعا قالت في الشركة أنه سنوقف جميع عمليات الانتاج وكان هناك فيه يعني زي مطالبة طلعت طالع من حركات المناخ اللي هو جستستاب أوريل وحركات النتواء تطالب بوقف انتاج البترول بحلول العام 2050 فالتفاقية الحالية طبعا قالت أنه تزيح موضوع أنه لا يكون من منهج علوي إلى الأسفة يكون من bottom up زي ما ذكروا سموه الوزير فبالتالي أولا موضوع يكون فيه تحول للطاقة وبالتالي هذا يكون مرتبط في العوامل الاقتصادية والعامل الأهم أنه شملنا جميع تقنيات الطاقة اللي هي الوقود الحفوري النظيفة اللي هي تشمل الفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون هذا يعتبر انتصار لصناعة الوقود الحفوري فظهرت في البيان الختامي وأيضا شملنا اللي هو اللي هو الوقود المنففض الكربون اللي يشمل مثلا الوقود لطائرات اللي تنتجي شركة عامك السعودية فأعتقد أنه يضع طرق مختلفة لكيف سيتم تحقيق هدف صافي صفر انبعاثات بحلول العام عشرين خمسين فهنا طبعا طبعا الدول الجي سيفن هي طالبة اللي هو وقف الوقود الحفوري طبعا حتى قبل قبل لا يعقد حتى المؤتمر وذكرت طبعا في وسائل الإعلام غير مختلفة أنه لما كان هناك في صيغة اللي هو الانتقال عن الوقود الحفوري هذا يعتبرون إنجاز لهم لكن أيضا في إنجاز حق قرطة صناعة الوقود الحفوري أنه شمل التقنيات الوقود الحفوري النظيفة في هذا الاتفاق فبالتالي دكتور خلينا نقول أنه وين وين سيتيو ويشن وبالتالي يتركي الخيار المستهلك على كيف سيكون تحقيق هذه الأهداف ممتاز طيب يعني هناك من أياس أل ويقول أنه التوقعات أصلا أنه في 2050 تقريبا ومن بين 2045 إلى 2050 بيكون الطلب على النفط بواقع 150 مليون برميل يوميا فكيف تتم المطالبة الآن من هذه الدول أو من غيرها أيضا بإيقاف مثلا تصدير النفط من هذه الدول طبعا في سنوات معينة أو إيقاف المشاريع والاكتشافات الجديدة للنفط وهذا التحول والمطالبة بالتحول إلى الطاقة النظيفة وإحنا لدينا 150 مليون برميل يوميا بيكون الطلب في 2050 الدراسات أخي نائف حسب الفوركاس الأوبك تتوقع في حول العام 2050 الطلب قريب من 116 مليون برميل بزيادة حوالي 14 مليون برميل من المستوى الحالي نحن الآن السنة هذه عنده حوالي 102 مليون برميل فالوكالة الطاقة الدولية اللي حطت كذا سيناريو طبعا السيناريوهات طبعا المتشائمة أنه ينخفض الطلب حوالي إلى حوالي 75 مليون برميل مع اللي هو تحقيق أحداث المناخ ولكن في كل السيناريوهات طبعا أنه هناك في زيادة الطلب خصوصا مع التوسع وزيادة أعداد السكاني في الهند مع أيضا عندك في الوقود طبعا في قارة أفريقيا طبعا محتاجين هو وقود الالبي جي ووقود الطبخ أيضا في قارة جنوب شرق آسيا فهناك الكثير من الأقصادات الناشئة فالطلب في كل الحالات هو سيزيد وسيزيد بما يزيد عن 10 مليون برميل هذا في جميع السيناريوهات لكن لما تكون هناك فيه تدخل في الحكومات هذا اللي تطالب فيه باطلا من بعض المجموعات الناشطة في موضوع المناخ وأثى طبعا عن الإعلام الغربي فهذه تطالب الدول بالتدخل وقالها رئيس وكالة الطاقة الدولية إذا توكن الموضوع الأسواق ما سنحقق هداف المناخ لازم الدول تكون هي في الجوائذينج سيت لكن هذه سيكون عليها ضيبة اقتصادية وسيدفعها في الأخير المستهلك وهذا أعتقد أنه كان النجاح للمملكة العربية السعودية أنها أثبتت بصمتها كانت بصمتها جدا موجودة في صياغة البيانة الختامة لهذا المؤتمر فأنا أعتقد أنه هذا السيناريو الحالي هو السيناريو الآمن السيناريو الواقعي والأيضا الآمن اقتصاديا من العام حتى العام يعني العام الشيء فهذا المسألة تعتمد على المستالكي ومش على المصدري أشكرك جزيلا شكر من جدة الباحث والمستشار في شؤون الطاقة بجامعة تيمبيريال كوليج في لندن من الدكتور يوسف الشامري